اشتركوا في القناة وانتكار للدولية الإداءة التي أتمنىها مفضلة لديكم أتمنى أن يكون مؤشر المذياع على موجاتنا سواء كانت أفأم أم متوسطة أو أن تستمع إلينا من خلال الأنترنت اليوم ضيف خاص جدا موضوع خاص جدا ضيفي هو الدكتور جابريال غريب الاختصاصي في جراحة الأمراض القلبية والشريين وطبعا سنهنئ في بداية حلقة اليوم الدكتور جابريال غريب لأنه اختير أبرع جراح قلب في فرنسا ما بين 200 ألف طبيب في شهر أكتوبر 21 الماضي من هذا العام 2013 دكتور جابريال فخورين سعداء شو بدي أقول ما في كلام سيجنتي مرسي أنا كمان فخور إنه كوني عربي وتوصلنا لهالها ريكمبانس متل ما بقوله ستينة تندو مع إنه كنت واسي من شغلي بس إنه تنوصل لهالموضوع ولهالدرجة ببلد أوروبا مثل فرنسا إنه كنت كتير فخور فخور كوني لبناني أكيد وكوني عربي وفخور إنه يكون معكم هالمستمعين نقدر نفيدهم اليوم طبعا هذا اللي وضعته على صفحة الفيسبوك إنه أنا سعيدة وفخورة إنك تكون معنا اليوم متخصص لنوائت لنفتح معك الملف وهذه التقنية التي أنت تمارسها وهي التي سمحت لك بأن تكون طبعا أبرع جراح قلب تقنية زرع شرعين القلب من دون توقيف نشاطه طبعا سنتحدث عن هذا الموضوع ستشرح لنا كيف نستطيع أن نعمل على قلب ينبض وكيف واحد ما بيقدر يخاف كجراح كيف ما بيخاطر بحياة المريض ولكن في البداية سأعود طبعا لحتى يعزروك مستمعين أنه راح تخلط ما بين العربي والفرنسي لأنك أنت درست هنا وكبرت في فرنسا فشو بتحب تقلهم عن هالموضوع جابريال؟ أول شي بيقلك أنه في كتير معجبين بالحكي العربي اللي بيحكي لنا تعودت من شهرين لليوم صار تقدمت يعني تقدمت كتير وكذلك أقوله أنتو كامل الصحافة أكيد فضل الصحافة وهالشي تقدمت فيه وعن جد أنه حتى عائلتي معجبة أنه كيف تحكي عربي بس أنه ما بحقية نسيت هاللغة بالنتيجة بس أنه الكلمات شويل هيك الصعبة رح ساعدك أنا فيون ممنونك سونيتا شو بدي لك؟ كيف اختاروك؟ كيف بتصير هال فينا نقول هالمكافأة؟ هالياتورة أنت بتترشح أم لا هن بيختاروا وكمان 200 ألف طبيب يعني مش هيني؟ سؤال مهم لأول مرة بفرنسا بيصير فيه اختيار لطبيب هالموضوع لحد اليوم لألفين وثلاث عشر ما كان وارد بفرنسا تعرف اليوم بفرنسا كل شي دعايات بخاصة بالطب والأطباء ما لنا موجودة بار كونتر كل سنة كان يطلع بالمارس للمستشفيات الخاصة نعم من الترتيب ترتيب كل سنة بيطلع يا بالأكسبرس يا بالحاصل يعني بين المجلات يطلع تصنيف للمستشفيات إجت الفكرة أنا ما كان معي خبر أكيد ما معنا خبر إجت الفكرة من أشخاص أطباء قالوا حين الوقت يمكن اليوم مثل الدول الأمريكية إنه نحكي عن الأطباء ليش طيب مع أنه في أفضل جماعات مثلا بالعالم دايما في ترتيب ما هو كيف صارت الفكرة صارت الفكرة عنده اليوم مين اللي عم بيشتغل بالمستشفيات هو الأطباء يعني اليوم بأوروبا بدليك شغلة مثل أمريكا المستشفيات كانت خاصة أو حكومية بقدموا للطبيب كل اللازم تعمل مهنته ما فيه كبير وما فيه صغير ما فيه أحسن وأقل من كامكانيات كلهم ذات الشيء طيب فإذا ليش فيه مركز كفائة الطبيب أكيد يعني الفرق اليوم بكفائة الطبيب أكيد يعني كمان شرحتها قبل بمرة لحد اليوم كان يطلع كل سنة للمطاعم يخبر فرنسا للشيف كوزيني يعطون أطوال ميشلان صح نجمة نجمة بيعطون نجمة ميشلان مظبوطة أم لا مثل نحن وصغير كان عنا نجمة على الدفتر على الدفتر بس المطاعم اليوم يأتي بيأخذوا الأطوال ميشلان يأتي بيأنتظرها السنين وسنين لماذا يعطوها؟ للشيف كوزيني صح مش للمطاعم يعني الشيف كوزيني يأتي بيحمل حالة ويفل نجمة يأتي معهم نجمة هالأساس يلي عملوا الأنكات استندوا على هالموضوع وقالوا اليوم الأطباء هندي اللي عم يعملوا وين ما كانوا يكونوا بدنا نكرمهم في أكتر من 200 ألف طبيب بفرنسا كيف بدون يعملوا يعملوا نوع من الصنداج وفرز شايفوا 150 أكسبر يلي عملوا 150 خبير طبيب يلي عملوا يلي عملوا هذه الدراسة شايفوا 150 أكسبر 150 أكسبر من 200 ألف طبيب كل السبسياليتي كونفوندو كل الاختصاصات كونفوندو طلع منهم 900 ومن 900 يتوصلوا على 150 هالأكسبر كل اسم طبيب يجع على تمهم على فهمهم أكتر من 3-4 مرات حطوا الأسم حطوا الأسم وهيك طلعت موضوع أنا ما كان معي خبر قلتلي إذا أكيد ما معي خبر أنا عرفت بالموضوع وأتلصر في معي اتصال من سكرتارة الريدكتريس بعد أسبوع بمجالة كابيتال طالع لتصنيف الأطباء لأول مرة بفرنسا قلتني أوكي وما اهتمت كثير بالموضوع لنهار اللي طلع لفعي لفعي يجعون اتصال قالوا لبكرة المجازين طالع وهيك صار نعم من هني دكتور جابريا الغريب أيضا على فكرة قبل ما أنتقل لدراسة دائما يقال أن الأشخاص اللي بيحملوا بإسمهم الصغير وإسمهم الكبير نفس الحرف بيكون عندهم شانس كبير هيدا قالت لي باربا غابوي وبرجيد باردو فأنت جابريا الغريب سي جي 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 فعندك حظ كان لازم أنا سونيتا يعني يرأيت نجيت مبارح لأونس دوست ترس ما هيك أو بكرة أو بكرة بس خاصة نبارح كنا 11-12-13 صح بس ما عليك رأيت معنا عنه نهار دكتور جابريا الغريب أدعوك الآن للاستماع إلى الدراسة الحديثة وأطلب منك تعقيبا عليها طبعا بتأمل رحاول ما أحكي فصحة كتير لا بفهم إذن اليوم سنتحدث عن تأثيرات القهوة الإيجابية والسلبية التي بدأت تكون محل خلاف ما بين الباحثين الصحة المستدامة سونيتا ناضر إذن كما تعلم دكتور كما يعلم مستمعون يقبل معظم الناس حول العالم على القهوة وهو المشروب الذي يعد أحد أكثر المشروبات التي يتنولها العلماء في دراساتهم بسبب تأثيرات القهوة العديدة على الأعضاء البشرية للقهوة تأثيرات إيجابية وأخرى سلبية فمن تأثيراتها الجيدة أن الكافي يحفز الجهاز العصبي وينشط عضلة القلب كما يقوي الدورة الدموية في الدماغ ويقضي على الصداع النصفي حيث تتوسع الأوعية الدموية في المستقبلات العصبية للدماغ وهو هذا ما يعطي الإحساس بالنشاط والقدرة على التفكير ويقلل الكافيين والمواد المضادة للأكسادة في القهوة من الإصابة بسكر الكبار ومرض الباركنسون والألزهايمر في المقابل يرى الباحثون في علم العقاقير في جامعة كولونيا إن مشروب القهوة غير صحي إذ إن الكافيين والذي تنتجه نبتة القهوة لإبعاد الحشرات عن شتلاتها هو بمثابة مادة سامة لهم كما أن له تأثيرا سلبيا على بعض شاربيه وهو أمر ربطه الخبراء بالإستعداد الجيني لمرتشف القهوة وبالكمية التي يتناولها فالكافيين يحفز إنتاج الأدرينالين في الغدى القضرية ويوتر الجسم كما أن التوقف عن شربها يعني عودة الأوعية الدموية عن التوسع وبالتالي يجد الصداع طريقه مجددا إلى الرأس لسيما أن تأثير الكافيين لا يساعد في حالات الصداع النصفي المزمن لذا ينصح بالاعتدال في شربها إذن دكتور جابرييل ما رأيك بهذه الدراسة هل أنت مثل الباحثين مع وضد؟ أنا مع وضد مع وضد أنت بتشرب قهوة؟ ما فينا ما فينا نعمل ما فينا نعمل دراسة الطب منذ ما نشرب قهوة سأنبسيها غير معقول يعني قد تشرب كم فنجان بنهار؟ بنهار مثلا مثل اليوم خمسة خمسة ستة لحد هل أنا بيقلك شغلي بهالموضوع في البر في الكنتر نعم كل شيء سلبية وإيجابية وكل شيء بدو ينعمل في بقوله الألكول ونلو بران بموديراسيون أوسي لكافي يفو بران بموديراسيون أنا بعتقد أنه في نعم الأنزيمات بالقهوة يعني فيها تكون إيجابية للقلب نعم بس كترتها مضر للقلب يعني مثلا كيف بتفيد القلب بكمية مثلا خمسة فنجين بتظل تفيد القلب خمسة فنجين أنا بيعطي سبا نيجاتيف نعم غير سلبي غير سلبي لأي وقت من النهار هلأ يوكال يوكال أنه منشين ما يصير فيه يقزات بالليل مبدئيا آخر جرعت للقهوة بتكون ساعة ساعة أربع بعد الظهر نعم بعدين نشرب بعدين هلأ مناخد برنامج بس ما في كمان كما بقول كله متعلق بجهاز الإنسان الخاص بالجهاز الخاص هلأ في أنزيمات بتحمي بالقلب بالقهوة في أنزيمات غيرة ما بتحمي أنا جو بريسيز في كتير دراسات عم تطلع عم تعمل المضاد بعد كزا سنة يعني مش عم نعرف مثل زيتون مثل إتسترا يعني لن ندوى ولن نسم نعم لن ندوى ولن نسم بس أنت مثلا هل المرضى اللي بيجوا لعندك بيقولولك ما بنمنعهم على الأهوة ما بتمنعهم ما بتمنعهم متمنعون هذا المهم ولها السؤال أصلا ما بنسألون يا أبدا نسألهم عن دخان ما بنسألوا على الأهوة أبدا أنا ما بنسأل لحد فتلعاش شربت أهوة أم شربت أهوة لمريolve المريد تعمليه في طلبUTcą حتى لو أنه القهوة بتمدد الشرايين ما في مشكلة نعم كله باعتدال سنعود إلى موضوع اليوم من دون اعتدال دكتور جابريال غريب إذن متى بدأت بهذه التقنية أنا رحت على يوتيوب ورأيتك عم تشتغل على قلب نابض وفعلا شي بيخوف يعني كيف أنت بدأت متى بدأت لماذا هذه الفكرة بعدم إيقاف نبضات القلب وما هي مخاطر هذا الخيار لأنه هذا خيار بالنسبة للجراحة سنع شواء تفضل تأليك شعلي أول شي الزرع الشرايين القلب عم نحكي بس عن قصة زرع الشرايين مش عم نحكي عن الصمامات زرع الشرايين الشرايين القلب سطحيين الشرايين على سطح القلب سلسل فاس سلسل فمير شوز يعني طيب إنه ما دام إيشة سطحية إيشة تفكير من 10 سنة 11 سنة طيب ما دام ما نوقف القلب ونحطه على الماشين بسموه يعني هارتلانج ماشين ليش ما دام هالشريين سطحية ليش ما منلاقي الطريقة بشكل إنه ما دام ما نوقف قلب بس نعمل بس نعمل بس نعمل بس نعمل هلأ أول ما طلعت الفكرة والمختبر المختبر يلي 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 هالمكنة جراحين القلب كلها صاروا مهتمين بالموضوع ليش لأنه صار لنا نحنا كذا 30 سنة لخمسة وثين سنة بنعمل جراحة القلب وبقلوا لنا من الدراس اللي درسنا إنه المكنة اللي عملنا المكنة يعني بالمجال تبعها عم نوقف القلب وعم نوقف الروية فيها مضاعفات نعم هالمكنة هلأ ما يخافوا العالم يلي عمل عملية فيها لحد اليوم بتضل جولد ستندار وبضل ماشي الحال بس إنه فيها مضاعفات العملية الكلاسيكية توقيف القلب والروية ايه اكزاكتوم وبصير فيه كيش تنفس استناعي تنفس بكون نايم المريض واللي بتساف الأكسجين اللي عم نعطيه للمريض بالمكانة المكانة هي عم تشتغل ما ترح الروية لها الأكسجين وما ترح القلب تقدر نوقف القلب ونفضي من الدم نعم هلأ هيدا أكيد المستشفية كلها بنستعملها حكما كلها جراحين القلب يستعملوها بس فيه إلى مضاعفات ونحن درسونا من وقت اللي بلشنا بها المهنة إنه في مضاعفات شو الحل إنه ما يصير مضاعفات خاصة إنه اليوم المريض بأوروبا معدل العمر تبعه بفوق 60 سنة نعم يعني كل ما يصير كبير بالعمر كل ما المضاعفات بتصير أكتر وقت اللي طلع هالموضوع كلها جراحين صاروا شوي سوبرسي بيت يروحوا هالقصة كلهم ركدوا بدون يمارسوا هالتقنية المشكلة صارت إنه صعبة بكفاءة الطبيب صعبة شو الصعوبة صعوبة لأنه عم بتشتغلي على قلب عم بينبط قلب مليان دم بإسباس أيروسبيس صغير يعني 3-4 سنتيمتر بكتعملي في زر الشريان يعني الفيلم اللي شفتي حضرتك على اليوتيوب في عنا شريان سطحي على القلب سمو إي-فا انتر فانتكولير انتيريور ال اي دي بالانجليزي Left anterior Descending هال ال اي دي اللي هي شريان الحياتي اللي بعيش العالم كلها على صحة هالقلب من فوق كل العالم في كل الجراحين فيهم يعملوها المشكلة بتصفي وقت اللي بتشوف الفيلم مع اليوتيوب وقت اللي بتتاخد القلب والظهري شوية من التوراكس وحطيت تحته ماشي ماشي تنطنوا بس تخلي يطلع يسموها يعني بدي خلي القلب يطلع شوية لبرة تقدر عمي 20 على على الجدار على الجدار هو دي وقت اللي صارت هالقصة هاي دمع الجراحين صار فيه نوع من فريناج صار فيه نوع من توقف أقولوا يا عمي صعب نوع من الخوف من خبال الجراح خوف أكيد أنا عم بجازف بحياة المريض مزبوط مزبوط بس إنه بالنتيجة شو كان بده هالتكنيك تتستمر كان بده ترينينج كان بده منسيبرة كان بده يكون فيه عدم خوف كان بده يصير فيه شغل بسموه هارد تيم ويرك يعني إنه يشتغلوا العالم كلها مع هذا بفريق نعم هيدا شي ما صار ما قدير صار جعل إنه الجراحين يعني أو ماجوريتي يتراجعوا شوي شوي ويرجعوا على التكنيك القديمة نعم أنا سبرت عليها سبرت يعني كم عملي عملت قبل ما هلأ يختاروك قبل عجرة إذا بقى على الأوف بومب بقدير صارت عامل تقريبا فالألف وخمسمية مريض ألف وخمسمية وكلهم بصحة جيدة الحمد لله وما حدا خاف منهم دكتور جابيال لا محدا خاف لأنه في حال ما مشي الحال لا سمح الله الماشين وراي نعم دغري بترجع نعم نعم يعني مش معقول يخاف المريض يعني اليوم وقت اللي بتقولي له في حال القلب ما تحمل في حال القلب ما تحمل بركبوا دغري على الماشين بس حتى لو ركبتوا على الماشين ما بوقفوا للقلب بعملوا بالماشين هي ومشي الماشين من دونتوا يفعل يعني من عشر سنين لليوم لزرع الشرايين القلب المرضى كلهم اللي عملتلهم عملية زرع الشرايين ولا واحد وقفت لقلبه ولا واحد بس شي هيك كتير فينا نقول بيعطي انطباع قوي إنك تشوف عم تحمل هالقلب بييدك كتير كتير يعني أنت عم تاخد هالحياة وترجع شي رمز كبير رمز كبير وحتى في وقت اللي اشتغلت مرة بالجزائر ايجا بعتيد وقت وزير صحة وصفية تزارات مع الرئيس بوتفليكة وقالوا لي حابين ناخد الصورة بس نحطها حتى بالوزارة لمن كي بورت لكور لان سي امبريسيونان لان هاي دي منشوفها بالأفلام الخيالية بس ما بحياتنا شفنا يعني منشوفها بأفلام بلوشناج اخدت لقلبه بس للمرة شفت يعني كت كتير فعلا متأسرة بيين سور لمن كي بورت لكور بعدين ما تنسي القلب بتصف مالك رتول القلب يعني ستن سمبول امبورتان بتبقوا القلب مع احترام لكل الأورغان وقت اللي منقول شف لقلبي أو عمل ليشي على قلبي ايه انو هالحاكيم انو بالنتيجة يلتوشي من كور يعني دقر لقلبي سي امبورتان لانو وقت اللي بيشي مريض بدك تعمليه عملية قلب مفتوح ما بيجي لحاله العائلة كلها كونسرنية بالموضوع كم الفامية كونسرنية بالموضوع لانو سي لكر كونسي الحياة لانو القلب هو الحياة قدي انت سعدت انك نجحت بها العملية وهل انت الوحيد اليوم بفرنسا وهل مثلا بالولايات المتحدة الامريكية في نظير لألك في بلجيكا في بفرنسا في كم واحد بينا ليل كتير بس في بأمريكا في بس نحن مثلا بقول بفرنسا سهلنيها برجع بكررة ما لو قلت على غير شاشات تلفزيون اتساترا قلت لون عطول الفعل لفرنسا وصيت لأمريكا انا رحت على أمريكا عملت مرة ووركشوب بأمريكا وشفتوا كي بيعملوا عندهم سي كمبليكي سي كمبليكي كتير معقدي شو السببب شو التكنيكي ميكانيكية نحن عملها بشكل ترسام ناخد شريينين من وراء الصدر ما مناخد شي من الادم من الرجل من الساق بالدبل انترن من عمريكا من عمل 20 لكل لكل القلب بحاجة له هول بأمريكا قليل قليل اللي بيعملون بس ما حدا بيحكي بس في منو اكيد بيعملوا بس بيعملها 100% لكل المرضى بينعدوا على ايد واحدة على صابع ايد واحدة اذا دكتور جابريال شو سلبيات هالتقنية وشو ايجابيات ايجابياتها تقريبا نفهمنا بس يا ريت نجح عم نعمل بنية الحلقة لا ايجابيات لا ايجابيات ما حكينا شي عنهم طيب تفضل اذا بدي بعدين حكينا عن القهوة لا هلا اكيد لنعمل هيك ايجابياتها ايجابياتها انه اليوم برجع بكرر لك وقتل عم نعمل عمليات قلب اليوم لمو سن بفرنسا وكلهم عندهم فاكتور دوريس كتير مهمين يعني مارئين قدام بيدان حكام القلب يلي بيعنوا رسورات وبلونات واتسا عدة مرات اما يوصلوا صار تقريبا عم بيوصل المريض بين ايدان الجراح كون لدانية ما يوند عم بيجينا مريض اليوم فازا المو سن تعبين معه سكري وبيليارتيريال ديزيز واتسا بقى نعمل له عملية مجرد عملناه من دون المكانة شو المضاعفات اللي بتتوقع لمريض كبير بالسن اول شي بعدين منرجع الدماغ الراوية في اقل التحابات بالراوية في وقت لا يرجع الراوية من موقفهم لأكثر شي الكلوي ما بيقف الكلوي لانا عمشي على العلبة عم بينبض يعني ما حاولين على ماشين بالموفمان طبعا مانا مانا الراس الياقصة الدماغ هالتكنيك اللي عم نعمل اللي شرحت لك بيها بالاثنين الارترمامير عم تجعل لما نستعى الأورطة يعني الشريين الأبهر اللي بيطلع مالغة مش عم نستعوا وكل ما يكون الإنسان مستن كل ما يكون عنده أتيروم كل ما عم الكوليستيرول كل ما ساطعناهم يطلعون على الرأس ويعمل ستروك يعني جلطة نعم ما حيث في جلطة بقى بها التكنيك هاي دي بس عم سميرك بس هو دي هاي دولة إيجابيات كتير ما عم نعطي لترانسفزيون بعض العملية تعطي دم نص 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 50% موان موان تعتو نص كمية التي تعطوها قبل يعني يعني أبنى 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 مريض على أربعة يأخذ دم وقال كمان لأنه مش عم نماش للماشين مش عم نعم ديستركشن للغلوبي الروج للبلاكات وغير ويعني أكيد فيها كتير بوزيتيفتات إيجابيات كتير كتير كبيرة نور ماما السلبيات قليلة بس فيه سلبيات سلبيات ما فيه سلبيات لأنه السلبيات أنه نكون أكدين من من كواليتي طبعا نستموز اللي عم نعملها يعني الزرع الشيرين نوعية زرع الشيرين هاي دي بس السلبيات بس إذا إذا نعملوا بشكل ثاني ومرتب وموسئين من شغلنا ووزع سبرنا ومن كذا السنة ما أموت فيها أكبر أكبر مريض بالسن أنت زرعت له الشيرين 96 سنة 96 سنة بعده عايش بعده عايش عمره 98 اليوم 98 سنة العمر كله بعد سنتين بيصيره مية منعيد ومش بس عملت له زرع الشيرين بعده غيرت له صمامه كمان نعملنا التافي التكنيك جديد بشكل كنفنسي والحمد لله كل شي مياه أنت أدي سعيد وقتل بتعطي الحياة من جديد إنورم يعني أنه مش معاولي كنت أقول هالوزيفة أوك وست ديفسيل كمماتية بس ست نوع من الشغف نوع من الشغف نوع من الشغف ما بين مال ما بين مال غيوم اليوم كتير مبسوط لأنه عم يفهم كل شي غيوم عظيم لأنه في ملانش فرنسي وعربي فرنسي وعربي ست ربين إذن نختم النصف ساعة الأولى دكتور جابرييل مرئت بسرعة أكيد بس بعد نحطف لأسئلة المستمعين السؤال اللي بلح علي كيف واحد بيقدر فينا نقول مثل ما بدأ إلحق بالفرنسي من خلال القلب وكيف بيقدر يكون نختير أبرع جراح قلب بفرنسا وصار عنده شهرة تقريبا عالمية وبيقدر يظل متواضع وإجراء الأرض هذا مش نقول أبل بكل صراحة بكل صراحة ساناريان شانجي دون ما ما تغير شي بحيات ماشي أبدا حتى بالمستشفى المستشفى لا أشتغل فيها لا أشتغل ولا مارت ولا 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 بس أنه ستحت الأضواء ستحت أضواء بس حكيمة قلبنا شي بتسلم بعد المرض بعد ما نعملون العملية الجراحية قالت لي من شي أسبوعين قالت لي دكتور جابريل بدلك شغلة أنه ما رح إلك مبروك ما رح إلك برافول نعرف أنك شاطر بس قالت لي بدلك مبروك على الشغلة أنك ما حكيت أنك ما قلت شي ما قلت شي نحن تغير شي بحياتنا لأنه تعرفنا عليك شكرا شكرا دكتور جابريال غريب وذكر بأنك اختصاصي في الأمراض القلبية والشريين أنت اخترت أبرع جراح قلبي فرنسا ما بين 200 ألف طبيب في شهر أكتوبر تشين الأول الماضي لهذا العام 2013 من أجل تقنيات زرع شرعين القلب دون توقيف نشاطه سنعود إليك مع تئلة مستمعين على رقم التالي 0033969 323314 الآن محطة غنائية وأنا لا أنسى فريقي أيضا عندي فريق عندنا كاتيا ساعد في قسم التنصيق واجيهم كاتلي في قسم هندسة الصوت والإخراج إذن عود إليك مع مستمعي منتكال الدولية وساحة المستدامة ومع فريقنا ومعي أنا أيضا شكرا